من جانبه دعا المقدم طبيب منافل قحطاني استشاري الأمراض المعدية بالمستشفى العسكري وعضو الفريق الوطني لتصدي الفيروس كورونا دعا إلى ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية وتجنب تجمعات العائلية أو المجالس الرمضانية وتقليل الخروج من المنازل إلا للضرورة القصوى بهدف كبح زيادة عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا مضيفا أن ارتفاعها مرتبط بمدى الالتزام بالتعليمات إن شاء الله يعني الكورونا لن يسرق بهجة رمضان فهناك فعلا ضرورة يعني أطالب بها المجتمع البحريني بالالتزام بها يعني احنا ذكرناها من قبل التجمعات أثناء الافطار الكل يعني قد يكون فقدها لكن قلنا تكون مقتصرة على العائلات أو العائلة الصغيرة الموجودة في البيت أما القبقات والمجالس الرمضانية والخروج إلا للضرورة هذا اللي احنا دائما نحث عليها وهي فعلا ضرورة تستلزم سواء كانت في رمضان أو غير رمضان بالنسبة حق ازدياد عدد الحالات اللي تفضل فيه دكتور أخوي وليد المانع من المخالطين هي فعلا كانت مؤشر على عدم التقييد التام بالإجراءات والاحترازية والتعليمات الصادرة من قبل الجهات المعنية ونحن على ثقة تام إن شاء الله أنا أتمنى من بعد هذا المؤتمر أن نشوف تغير يعني نعكس الأرقام وهذا بيكون إن شاء الله بفضل تعاون المواطنين والمقيمين معانا إن شاء الله اشتركوا في القناة